وقع محافظ محافظة حضرموت فرج سالم البحسني مع مدير عام شركة اتحاد الموارد لتجارة والمقاولات مبارك هادي قباش وقع اتفاقية إنشاء محطة مركزية لتوليد الطاقة الكهربائية بمديرية الظليعة بقدرة 20 ميجاوات لتلبية احتياجات مديريات الهضبة الغربية لساحل حضرموت الظليعة ويبعث ودوعا مع إمكانية ربط جزء من مديرية حاجر مستقبلا بكلفة إجمالية بلغت 17 مليون وخمسمائة وسبعة وخمسين ألف دولار بتمويل من سلطة المحلية بالمحافظة وأكد المحافظة المحسن أهمية المشروع في توفير الطاقة الكهربائية لمديرية الهضبة الغربية لساحل حضرموت وربط مناطقها بالتيار الكهربائي مؤكدا أن ذلك يأتي استكمالا لإنجاز الجزء الأكبر للبنية التحتية لشبكات وخطوط نقل الطاقة الكهربائية لمناطق هذه المديريات